بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هناك رسائل حقيقة تتكرر كثيرا في الإنترنت أحب أن أجيب عن هذا الموضوع وهو وسواس العقيدة لا أدري رسائل كثيرة نراها في الواتس أب هذا أحد الأحبة يقول أنا إنسان مسلم أتوضأ وأصلي وأصوم وأستمع للقرآن الكريم استمعت لشخص على الإنترنت في اليوتيوب يشكك يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل القرآن من غيره ويقول إن الكثير من الأحداث الموجودة في القرآن والقصص موجودة في الأساطير القديمة أساطير البابليين الأساطير في بلاد الرافدين بعض الأفكار من الكتاب المقدس وأنه قد تعلم على يد القس المسيحي ورقاء بن نوفل وأن القرآن معظمه منقول فحدث لدي وسواس في العقيدة يقول وهذا الوسواس لا يفارقني أثناء الصلاة وأثناء النوم أو قبل النوم لدي أفكار أحياناً شرك بالله أفكار إلحاد أفكار يعني سبحان الله تجعلني أكره كلام الله يقول هذا الشخص المصاب فأرجو منك أن تساعدني ولكن أحببت أن كل أخ يعاني من الوسواس وخاصة وسواس العقيدة كوسواس وليس كعقيدة ثابتة ما الفرق بين الوسواس وبين العقيدة الثابتة أول شيء أنت ما دمت تعلم بأن هذا الأمر خطأ فأنت على خير أيها الأخ في الله فلا تقلق أنا الآن مقتنع بأن الله عز وجل خالق كل شيء وأن القرآن الكريم هو كلام الله وأن النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تأتيني إذا جاءتني فكرة تقول لي ما يدرينا بأن الله موجود ما يدرينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن قد يكون من تأليف بشر غير النبي صلى الله عليه وسلم أو من تأليف غيره وكذا ثم ما أدراني ثم أعود أقول لا هذا الكلام غير صحيح أنا لابد أن أقاوم هذه الفكرة الخاطئة هذا الأمر بحد ذاته إذا حدث معك اعلم أنك على خير وأنك رجل صالح وأن الله لا يؤاخذك بهذه الأفكار القهرية التي تأتي بدون إرادتك أنت لا تستطيع أن تقاومها أنت ضعيف أمامها هناك أسباب أيها الأحبة طبعا والضعف أمام هذه الأفكار ليس مبررا لأن هذا لن يشفع لك أمام الله عز وجل أن تقول له يوم القيامة أنا لم أستطع أن أقاوم هذه الأفكار الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فيجب عليك أيها الحبيب أن تبحث عن الطريقة التي تتخلص بها من هذه الأفكار أول شيء أيها الأحبة دعونا نتخيل معا أن الشيطان موجود في كل مكان والشيطان يأتي للشخص المؤمن يبذل جهدا مضاعفا وكبيرا أكثر من الشخص الملحد الملحد ليس بحاجة لأن يضلله الشيطان لأنه ضال أصلا لا يذهب هذا الشيطان إلى الذين يرتكبون الفواحش والمعاصي والغارقين في الكفر والإلحاد وإنما يأتي لك أيها المسلم وغالبا يكون هذا الذي يعاني من الوسواس القهري في العقيدة يكون قلبه طيب أو يكون فعلا من الناس الطيبين ولكن مشكلته أنه دخل في منطقة ليست هذه المنطقة منطقته وإنما هي منطقة خطأ وهو غير مهيئ للدخول في مثل هذه المناطق يعني أنا أصلا لماذا أستمع إلى المقاطع الموجودة على الإنترنت التي تشكك بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا يوجد لدي معلومات أي إنسان يستطيع أن يضحك عليه إذا كنت أنا بهذا المستوى يعني أحدهم قال مثلا على الإنترنت إن مراحل تطور الجنين ذكرها السابقين والقدماء قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين وهذا موجود في كتبهم ومدونة وذهب ألقى هذه الشبهة في الإنترنت وذهب من أين جئت بهذا الكلام نحن نخاطب هذا الملحد قبل أن أقتنع أنا بكلام هذا الملحد اعطيني وثيقة وإثبات أن هذا الكلام الذي تقوله صحيح إذا كان كلامك صحيح لماذا العلماء الآن يكتشفون بأن الجنين مثلا يأخذ صورته البشرية في الليلة الثانية والأربعين لو كانت هذه المعلومة موجودة من ألاف السنين كما تقول أنت لماذا يقول نحن الآن نكتشف مراحل تطور الجنين هذا أولا ثم إن القدماء أصلا أقول لك لم يدركوا عملية التطور أي عملية التطور للجنين لم يدركوها حتى جاء دين الإسلام أيها الأحبة دعوني أعود معكم إلى جذور المشكلة الشيطان يفتش عنك أنت أيها الإنسان الصالح لأنه ليس لديك معلومات لذلك الحل أيها الحبيب هو الطلب العلم أن تقول أذهب إلى الطبيب وآخذ دواء هذا ليس حل الحل الحقيقي هو العلم هل رأيت عالم من العلماء لديه أي مشكلة أو وسواس في العقيدة لا يستطيع الشيطان أن يدخل إلى هؤلاء العلماء لأن الشيطان يدخل فقط للجاهل في العلم لأنه ليس لديه معلومات يدخل شخص يشككه فتسيطر عليه هذه الفكرة كلما زاد علمك بالقرآن فإنك تستطيع أن تتخلص من هذه الوساوس إذن الرقم واحد هو تعلم القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي الذين يخشون الله حق خشيته ويخافون منه حق الخوف هم العلماء العالمين بالقرآن العالمين بالدين العالمين بتعاليم الإسلام فلا يمكن لعالم أن يصاب بوسواس قهره لا بالعقيدة ولا بغير العقيدة لماذا؟ لأن الدماغ لدينا أيها الأحبة عندما تملأه بأفكار تافهة مثلا نفرض لنا صديق أو شخص يمضي وقته في متابعة كرة القدم مثلا يمضي حياته في أشياء تافهة حديثه يكون يعني في أمور غير مهمة لا يحفظ القرآن لا يطلع على الحقائق العلمية الحديث ليس متعمقا في علم الفلك ولا في علم البحار ولا في علم الجبال التي حقيقة يجب علينا أن نتعمق فيها لأن القرآن الكريم أمرنا بالتعلم هذا أمر من الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يأمرني أن أتعلم فيقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا يعني إيش يعني تأملوا تدبروا تفكروا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق سبحان الله فالله عز وجل يأمركم بالتدبر والتأمل والتفكر الله سبحانه وتعالى يأمرني أن أتعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ويحضنا على حفظ القرآن قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمها يعني أنا لم أرى في حياتي أي عالم أو حافظ للقرآن الكريم لديه وسواس قهره من هنا نقول أن المشكلة هي مشكلة اختلال في المعلومات أو خلل في قلة المعلومات أو خلل في المعلومات قلة زادك من العلم يجعل الشيطان يسيطر عليك يجعل الشيطان يسيطر عليك فلذلك جاء في الأثر أن العالم أشد على الشيطان من ألف عابد وهناك أيضا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم هذا الحديث حقيقة إذا ما قرأته لابد أن تنبهر فضل العالم على العابد كفضل أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة على أقل واحد في الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْكَوْنَ هذا النبي لا يمكن أن نقارنه في أي شخص مهما كان من البشر فلذلك الفرق فضل على أدناكم أي النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين ليس كبار الصحابة كسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بل على أدناكم أي على أدنى شخص في هؤلاء الصحابة هو نفسه هذا الفرق كفرق العالم على العابد العابد الجاهل الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على جهل يدخل الشيطان إلى عقله ويسيطر على عقله يسيطر عليه ويوسوس له ولن يشفع تخاذلك أمام الله سبحانه وتعالى لأن الجهل ليس مبرر الجهل أيها الإخوة ليس مبرر والجهل المتعمد لا ينكذك من عذاب الله عز وجل ولكن المقياس أنك إذا ما تبت فارفض هذه الفكرة مادم ترفض هذه الفكرة وتعلم أن الشيطان ضعيف وهو الذي يوسوس لك فالله سبحانه وتعالى سيغفر لك ولكن الشرط أن تبدأ بالتعلم رقم واحد ابدأ بحفظ القرآن الكريم كل من يعاني من وسواس قهري أقول له ضع برنامج اليوم لدينا على الموبايل على الجوال على اللابتوب في الإنترنت موجود برامج خصيصا وتطبيقات من أجل تحفيظ القرآن الكريم قل أنا سأجلس وأضع هدفا أمامي وهو أن أحفظ كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل كاملا في صدره وسيكون هذا العمل ليس فقط من أجل الوسواس القهري بل سيكون سببا في أن تبلغ منزلة عالية عند الله عز وجل يوم القيامة بإذنه سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ثم أعلم أن هذا الوسواس قد يكون خيرا لك قد يكون سببا في حفظك القرآن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث من الأحاديث العجيبة التي حقيقة يعني عندما تتأمل فيها تقف خاشعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل شيء أهل وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته يا سلام الله أكبر شوف هذا الكلام من نبيك صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أي شرف أعظم من هذا أنت الآن تعلم أن الرئيس أو الملك له أهل أو يصطفي أهل ممن حوله وهؤلاء هم الخواص يكون عددهم قليل ولله المثل الأعلى فكيف بالله إذا كان هؤلاء ينصحونه لهذا الملك وهو يغدق عليهم بالكرم فأنت عندما تحفظ القرآن الكريم أنت من أهل الله الواحد من أهل الله وخاصته فأي شرف أعظم من هذا أن تكون من الخواص الذين أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال لكل شيء أهل وأهل الله وخاصته هم أهل القرآن أو وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته لذلك أيها الأحبة أنا أدعو كل أخ أصيب بشيء من هذه الوساوس سواء الوسواس العقايد أو أي وسواس من نوع آخر أن يحفظ هذه الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هناك حديث آخر أيضا يحضرني بمعنى هذا الحديث وهو أن الله إذا أراد أن يعطي منزلة عالية للعبد عنده لا يبلغها بعمله لا يبلغها لا بصيام ولا بصلاة فيبتليه الله سبحانه وتعالى بما يكره حتى يبلغ هذه المنزلة الذي يعاني من الوسواس القهري في مجال العقيدة هو يكره كثيرا هذا الوسواس وهذه الأفكار السلبية الظنية الفاسدة التي لا تمثل الحق بصلاة ويريد أن يتخلص منها فهذا ابتلاء من الله عز وجل يريد الله عز وجل أن يبلغك منزلة عالية كيف تعلم أن الله عز وجل يريد أن يبلغك منزلة عالية عندما تبدأ بحفظ القرآن والتعمق بهذا الكتاب العظيم وتقول أنا سأصبح مثل هذا النبي الكريم أدعو إلى الله عز وجل وتتحول إلى داعية لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتك فاعلم أن الله عز وجل يحبك ويريد أن تبلغ منزل عالي عنده من خلال هذا الوسواس ربما خلصك من كثير من الظلم والأفكار الخاطئة وكثير أيضا من المعاصي والطريق الباطل فابتلاك الله عز وجل من أجل أن ينقذك من هذا الطريق ويأخذك باتجاه أعمال البر والأعمال الصالحة وحفظ القرآن الكريم لذلك أيها الأحبة أنا لا أجد علاجا لهذه الظاهرة علاج حالة الوسواس القهر العقائدي إلا العلم واحد ثانيا تدبر القرآن الكريم وحفظه هذا هو العلاج الوحيد لذلك صدقوني ستتعبون كثيرا إذا تركتم طلب العلم وحفظ القرآن الكريم فلا بد أن تتعمقوا في الإعجاز العلمي حتى الإعجاز العلمي مهم جدا لعلاج الوسواس لماذا؟ لأن معظم الأفكار الإلحادية والتشكيكية التي تأتي للإنسان سببها عدم معرفته بتفسير بعض الآيات القرآنية يعني مثلا وجدها تغرب في عين حمئة يقول لك هذا خطأ علمي سيدنا ذي القرنين وجد الشمس تسقط في عين أو في نبع أو بئر حمئة هذا خطأ وهذا الكلام غير صحيح هذه الآية إذا معلمنا تفسيرها الصحيح وهو أن هناك أقصى منطقة في غرب أمريكا وهي العين الحمئة موجود معلومات كثيرة عنها في اليوتيوب وأثبتنا أنها أقصى نقطة تغرب فيها الشمس فلم يقل القرآن تسقط قال وجدها تغرب أي تختفي وتغيب غربت أي اختفت وليس بمعنى سقطت فالملحد أخذ هذه الآية وفسرها خطأا ثم قال لك أن القرآن الكريم يوجد به خطأ مما يثير الوساوس لديك والأمثل على ذلك أيها الإخوة الكرام كثير فلذلك لا بد أن نتعلم القرآن الكريم وتفسيره مثلا قوله سبحانه وتعالى إلا من استرق السمعة فأتبعه شهاب ثاقب يقول أن الأقدمون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتخيلون أن النجوم ترمي الشياطين فالنجم أكبر من الأرض فكيف يرمي الشياطين لا يوجد آية في القرآن الكريم تقول أن النجوم ترمى بها الشياطين قال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد الشيطان لا يرمى بالكوكب وإنما يرمى بالأجزاء التي تنفصل من هذا الكوكب هذه الأجزاء النيزكية التي قال العلماء أن الشياطين ترمى بها وأما النجوم أيضا هناك حجارة تنفصل عنها وتتبرد وتتحول إلى حجارة حديدية تنفصل عن النجوم وترمى بها هذه الشياطين وليس النجم كاملا يرمى به الشيطان لذلك أيها الأحبة هم يحاولوا أن يقحموا لك أي فكرة بتفسير خاطئ من أجل إلقاء الوسوسات في عقلك الحل العلم ليس أمامنا هناك أي حل آخر بالإضافة إلى التوكل على الله والدعاء ولا بد لك من محاولة وضع خطة جميلة من أجل حفظ القرآن الكريم اليوم نشاهد على شاشات التلفاز وعلى اليوتيوب أطفال صغار يحفظون القرآن الكريم برقم السورة ورقم الصفحة هؤلاء ليسوا أذكا منك هناك دعاء نختم به بعد أن نوصيكم بتفسير القرآن الكريم ومن أفضل التفاسير التي أنصحكم بأن تقرؤوها من أجل فهمكم الصحيح للقرآن الكريم تفسير القرآن العظيم لإبن كثير وتفسير القرطب والتفاسير التي أشاد بها علماء أهل السنة والجماعة كتفسير الشيخ السعدي رحمه الله وأختم بهذا الدعاء فرددوا معي هذا الدعاء وقلوه بكثرة وهذا الدعاء حقيقة فيه معاني جميلة ورائعة وراقية واستسلام لله سبحانه وتعالى لكل من يعاني من الوسواس القهري قل معي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته